بموازات ذلك أعلن الدولة الإمارات عن إدخال 12 شاحنة مساعدات إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة عبر معبري إيريز شمال القطاع وكرم أبو سالم جنوب القطاع بالتعاون مع الوكالة الأمريكية لمساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى أنيرة وتتكون الشحنة الجديدة وهي الأولى من نوعها التي تدخل إلى القطاع إلى قطاع غزة خلال شهر أكتوبر تتكون من 12 شاحنة تضم نحو 150 طن من المساعدات الإغاثية والإنسانية الملحة لتلبية احتياجات نحو 30 ألف شخص هذا ويعكس استمرار المساعدات الإماراتية إلى قطاع غزة التزام دولة الإمارات التاريخي والراسخ بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق حيث تبدل الدولة جهودا حثيثة لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي المتفاقم في القطاع إذ قدمت الدولة ما يزيد عن 40 ألف طن من المساعدات الملحة